بسم الله الرحمن الرحيم هنشوف دلوقتي نموذج للصفحات المزيفة الصفحات معمولة لمجرد بس ان هي تكسب لقاك كثيرة وبالكها بيغير اسم الصفحة دي ويبيعها لأي شركة يعني ممكن في شركة مثلا بيبيع جبنة قديمة فعايزة يبقى تبدأ بمليون مشترك فتشترش الصفحة دي وتغير الاسم للاسم الجديد اللي هي عايزة لما تجي بوستر الصفحة دي اولا مكتوبة رغط صدام حسين لا تحب صدام حسين ولا تحب صدام حسين الصفحة دي مش بتعيتها الصفحة دي بتاع تحدي تاني ما اخذ نفس الاسم ودلل على كده ان انت لو جيت هنا وكتبت رغط صدام حسين هتلاقي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة ولو قلت له سيقول result هتلاقي الاف الناس عاملين صفحات باسم الشخصية ديت وبرضو لو كتبت الرئاس المباركة لو كتبت ابو تريكا هتلاقي خمسة مليون صفحة مكتوب كده الصفحة الرسمية لابو تريكا الصفحات الرسمية بقى فيه علامة هنا ان دي وان دي حاجة تأكدوا منها ومعت له مثلا صورة البطاقة او هم من تفاعل مع الناس حاسوا انها صفحة مصدقة تمام الصفحة دي بتضحك عن الناس كل شوية هتلاقي بيقولك ايه امان عليك لو الصورة وصلتك تدوس لايك وتعمل شير وتكتب الله رحمك ده بيزيد التفاعل تظهر عن الناس كتيرة فالصفحة ده تنتشر وفي الاخر ممكن ينصب عليك بان انت مثلا بتحب الشخصية دي مثلا بتحب او تريكا مثلا كلها من تحب او تريك فيروح اقل لك ايه تيجي تكلام ويقول لك والله ده رمبالين من فلوس عشان فلان ماتوا بتاع فتبعت له فلوس فبقى فيها نصب وزي ما قلنا ان هو بيغير اسم الصفحة بعد كده لأي منتج او يحط اعلان مكاور فلوس يعني ممكن فيه حد يقول له طب اعلم عن كذا ولا انديك فلوس فالحاجات دي كلها هلاصب فمع انت قبل ما تعمل لايك لصفحة هتأكد ومن علامات الكدب ان هو كل شوية يقول لك ايه ايه الرجاء اللي اعجاب بصفحة الجديدة احتياطية كم صدامي حر ليش سهران معنى حالية نسبه يوجوده بكومنت احنا ملناش دعوة بالشخصية سواء بتحب او بتكره هننتكلم على ان حد يبينتعها شخصية حد تاني تمام انت فعلت صفحة في التزابزو بمستمر اتمنى ان انت تعمل لايك يقول انه وشاكل بطا صدام حسيني اختف فجر ده هتلاقي في اي حاجة يعني ممكن تعمل اي حد يعمل صفحة ياسر عرفات او مرات ياسر عرفات ويبدأ يتكلم الناس ويبدأ ينصب عليهم او يبدأ يجمع علاقات كثيرة وفي الاخر يبيع الصفحة دي لما توصل مثلا عشرة مليون يبيعها مثلا كذا الف فليه فلازم نكون منتبهين للناس بدوت تمام هتلاقي كلها صور بيجيبها من على نت ويقعد اكتب اي كلام وبحيث ان كل يشارك وتلاقي التفاعلات بالملايين تمام تعال نشوف صفحة ثانية هو ممكن تلاقي نفس الشخص هو اللي عملها تمام عائشة مع عمر القذافي غالبا هو نفس الشخص غالبا هو نفس الشخص لان هو شخص ينصب على الناس تمام فهو ممكن ينتحل اي شخصية ممكن يقولك بيل كلينتون أوباما اي حد يكتب اي اسم ويبدأ ينتحل على الناس لحد ما يكشف تمام فالصفحة دي لو انت متأكد لو انت متأكد انها نصب هتجي هنا وتقول لي روبورت باج او بلوك باج بحيث ان الفيسبوك تحس ان صفحة دي نصب من دلال النصب هتلاقي كلها صور عادية خالص وكل شوية هيقولك ايه المنشوات اللي تصل لجميع اعمل 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 كذا فتلاقي الناس كلها بالالاف والملايين عمالة تعمل نعم اللي شوف الصورة يعمل لايك والصور كلها صور عادية وموجودها في النت تمام سبب ان انا اتنرفست وعملت الفيديو دوت ان انا في صفحة ادعت انها صفحة اسلامية وفي مسابقات دينية وبتسأل طبعا اسئلة كل الناس عرفاها هو عايز بس ينصب على كام واحد بيبعث نفسها الخاص ويقول لي انت فست بالمسابقة على رحلة عمرة وحساب فكت تاني حساب مزور بيخش له مثلا الشيخ محمد البراك يا شخ محمد البراك واحد عيل صغير ما بيعرفش الالف من كوز الدورة بيكتب وهتلاقي غلطات املائية يعني لو بصيت في الحاجات هتلاقي غلطات املائية رهيبة بمستحيل شيخ محمد مشاهد يكتبها او مستحيل حد بيفهم يكتبها تمام يقول له مبروك كسبت المسابقة طب تعالينا في المكان الفلان وممكن بيختاره البنات ممكن مثلا نحصل اي مشاكل تمام فننتبه وما تصدقش اي حاجة على الفيس لان هي حد ممكن يعمل دلوقتي اي صفحة ويبدأ ينصب بها على الناس ترجمة نانسي قنقر